مرحب بحضراتكم وبرحب بضيفي المحامي والمفكر الأستاذ مختار نوح وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أهلا بحضرتك أستاذ مختار برحب بيك نبتدي من تعيين إبراهيم مونير قائم بأعمال المرشد في لندن ويعني نقلة غريبة وأول مرة هذه النقلة وبعدين الغريب أنه هو عين نفسه مش الجماعة اللي عينته حضرتك قولي تفسيرات لما حدث دا الكلام مظبوط جدا يعني هو لأول مرة في تاريخ الجماعة تنتقل القيادة من القاهرة نعم تحديدا يعني والحمد لله أنها انتقلت الحمد لله وده له دليل معرفش يعني هل حضرتك هتأيدني فيه أو ليك تفسير آخر أنها تنتقل من القاهرة أن هم مش لقين نفسهم في القاهرة مش واخدين راحتهم لا خلاص هي ملهمش مكان أصلا يعني هي التأيد الشعبي اللي كان موجود نعم والتعاطف مع فكرة الدين والدولة وكلام ده الاستطار يعني العمل السياسي تخفى وراء شعار ديني دي خلاص انتهت انتهت بهجتها ونشوتها في مصر أصبحت دولة موضوعية دلوقتي الدين دين ودين مفهوم فهم صحيح والتجارة به أمر مرفوض نعم وفيه وعي بيزداد يعني إنما هي الجماعة انتهت من 2019 فكان لازم أن الجماعة تقوم بمد زي ما يقول تنفس الصناعي عشان يبقى له وجود وبالذات إن فيه كتير بيأكلوا عش من انتماءه من الإخوان الآن والقيامهم بدور تحطيم الروح المعنوية في مصر والثقة بالقيادة الدور ده بيقوموا بيه لصالح طبعا دول كثيرة ومتعددة لكن في الحقيقة ما كانش منتجا فطبعا بعد القبض على محمود عزت وجد إبراهيم مونير ضلطه في موضوع القبض ده في إنه يعلن نفسه ويعلن عن أمنيته القديمة في إنه يكون مرشد لأن دي هيستفيد بيها حد سواء له رغم إنه عنده 80 سنة وأزيد لكن حتسواءه في الدول الأوروبية كراجل وضعه وأستطيع زي أي واحد يعني إيه بيحاول ياخد لقب يسواء له عند رجال الأعمال في بريطانيا بإزاي بس هل يا فندم ينفع إنه هو يعطي اللقب لنفسه يعني فيه مكتب الإرشاد وفين بقية الجماعة لا ما هي اللايحة اللايحة طول عمره في الإخوان بتدي نفسه يعني ما فيش نظام يعني حدش هيعترض عليه لا ما فيه هو أصلا الاعتراض وارد من زمانه يعني أصلا فيه انقسام من 2019 انقاسهم مجموعة الشباب مجموعة عمر دراج مجموعة عصام تليمة ويعني ما انقسمين أصلا لأنه ما فيش رابط دلوقتي بيجمعهم ما فيش هدف مشترق الرابط اللي كان موجود هدف واهمي في الأزام بعد انتهاء فترة الرئاسة وعلم التمكين اللي كانوا بيقولوا عليه تفتتوا يعني في الشتات وبدأوا إنهم يحاولوا يقدموا ما يفيد إن التنظيم موجود وإن التنظيم له كان لكن للأسف اختلفوا اختلافا بينا وظهرت بعض الدعاوة السيئة الفعل هي تأشرتت فيديو واتهموا بعض بالسرقات وبابتزاز الأموال وبالعمالة وده كان أبرزهم للتهامة كبير اللي تم توجيه للمجموعة اللي انضمت لأي منور والمجموعة اللي بتشتغل تبع تركيا والمجموعة اللي اشتغل تبع قطر وبدأوا يتهموا بعض هذه الاتهمة وبالتالي تفتتت الجماعة محاولة إبراهيم مونير هي محاولة يعني استغلال وضعه الأوروبي واستغلال ظهوره في الإعلام إنه هو يدي لنفسه منصب يسوق نفسه في الانتخابات لكنه رحايا إبراهيم مونير يعني يعيبوا بالنسبة لهم للفرقة التانية إنه هو صاحب فكر شاز وإنه هو تجاري أكتر من اللازم من هو؟ من هو إبراهيم مونير؟ ده شخص طور عمره كان بيستغل لإسم الإخوان لزيادة صاروت مش أكتر لكن لا علاقة له ده بالعكس لما تكلم في أوروبا قال لهم احنا نوافق على الشزوز ونوافق على المثليين ونوافق على كذا وإن المجتمعات حرة في أن تتبنى ما ترى وأن النظام الإسلامي لا يجهد هذه الأشياء ولا يقاومها ودي حرية الأفراد يا وبالتالي فهم ما بيعبرش عن شخصية دينية إبراهيم مونير ما بيعبرش عن شخصية دينية وكذلك كل اللي نشأوا في أوروبا أو بريطانيا ما عندهمش برضو ما بيعبروش عن الإخوان من ناحية الدينية وبالتالي ما بينفعش الاستطار خلف وجهاتهم الدينية لنشر فكر السياسي أو للتأثير لكن هما الآن أكثر استخداما منذ قبل وإبراهيم مونير حيجعلهم أكثر تورطا في أعمال جسوسية وكان له لقاء أريب الحقيقة ما كانش موفق في كثير من كلماته كان لقاء مع صحفي في قناة مكملين وأعتقد أنه ما كانش موفق حيث أنه بان لكل المشاهدين أنه ما عندوش قدرة على الحديث السياسي الخبير فنسب للإخوان بسهولة أنهم توجهوا إلى الأنف وتوجهوا إلى القتل وحتى أن المزيع كان بيرحقوا من وقت للتالي يعني أستاذ مختار بما أن حضرتك عندك فكرة كبيرة عنهم وعن فكرهم يعني هو دلوقتي لما راح لندن وقال إحنا لا نعترض على المثليين ولا نعترض على الشزوز ولا نعترض على حاجات كتيرة وما بيعملوش شغب وما بيقتلوش وما بيفجروش طب ليه بيعملو ده هنا ليه مش بيعملو برا الإخوان وسائر التنظيمات سائر التنظيمات قليلا ما ترتكب أي عملية عنيفة في الخارج بل بالعكس الجولان على بعد كيلومترات من كل التنظيمات اللي قالت أنها إسلامية والجولان محتلة لم يحاولوا أن يطلقوا طلقة رصاص واحدة حتى حماس حماس تهدنت مع إسرائيل وتصالحت مع إسرائيل وأوقفت القصف لإسرائيل ولكنها مع ذلك على أشدها تجاه مصر وعلى أشدها تجاه تهريب السلاح لسيط ده طبيعة الفكر التجاري اللي بيستطل خلف الإسلام تلاقيه حضرتك مش محدد الهدف تلاقيه مشوش إلى حد بعيد مشاهدين كنا مع كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس في الجمعية العامة للأمم المتحدة أستاذ مختار عند حضرتك تعليق على هذه الكلمة لا والله هي كعادة السيادة الرئيس يعني ده بيعمل مكاشفة ومواجهة بيضع المجتمع الدولي أمام المبادئ الدولية وأمام الشرعية الدولية تناول قضايا كثيرة جدا قضايا خاصة بالإرهاد ده أهمها وهو اللي يمكن يصار في موضوعنا العرضة نحن أتكلم على أن مواجهة المجتمع الدولي للإرهاب الحقيقة غير جد نعم وأيضا غير عامة وأنه في بعض الدول زي ليبيا مثلا التنازع اللي موجود ليس تنازع شعبي نعم وليس خلاف سياسي وإنما هو تنازع مصالح تستخدم الإرهاب لإثبات تواجدها في ليبيا وتحقيق مصالحها في ليبيا نعم وأشار إلى تمويل الإرهاب وأنا أعتقد طبعا أن قطر وتركيا تأتي على رأس هذه الكلمة في تمويل الإرهاب أيضا أشار إلى وجود أكثر من خمسة مليون لاجئ ما يقرب من ستة مليون لاجئ على أرض مصر ولم تحاول مصر ابتزاز المجتمع الدولي ولا تقديم اللاجئين على أن هم كارثة ستسوقها إلى أوروبا بل بالعكس فتحت لها الأبواب ومع ذلك المجتمع الدولي في الوقت اللي أغضق على تركيا مثلا مليارات لم يلتفت إلى دور مصر التاريخي في إيواء ستة مليون لاجئ على الرحم والسعب تناول قضايا كثيرة جدا كعادتي نوع من الأنواع أن يضع المجتمع الدولي أمام المرآة لرؤية نفسه في الكيل بميكيالين وفي تحقيق مصالح دول على حساب دول وفي قسمة الدول وعدم الجدية في مقاومة الإرهاب أيضا تحدث عن سد النهضة وأنا شايف أن سد النهضة كأنه كل مرة يقزم من دور أثيوبيا ويحاصرها نعم ويضع المجتمع الدولي أمام مبادئها التي لا يطبقها وأعتقد أنه يشير إلى أنه يتراخى في تطبيقها وكأنه ينذر بعاقبة مخيمة ويبين دور مصر أنها لن تتنازل عن قضية النيل لأن النيل بالنسبة لها مسألة حياة هذا الخطاب الحقيقة كان يحتاج إلى ساعات للشرح والتفصيل لكن الرئيس أجمله على هيئة عنوين منشتات تحمل نذيرا في كل موضوع تناول حتى موضوع فلسطين حتى موضوع سوريا لم يتركه ولأول مرة ونرى أن كثيرا من الدول تهرب من ذكر موضوع سوريا وفلسطين بالصورة الواضحة لأن البعض يحاول أن يزايد أو يظهر نفسه بصورة أقوى من حقيقته أو كده إنما الرئيس وضع الحل لأن هناك حلا موجود في الأدراج منذ عشرات السنين وآل الأوان لكي يظهر هذا الحل إلى الوجود تكلم عن الشباب وأيضا تمكين المرأة في خطابه تكلم طبعا في آخر الكلمة عمل عرض كامل لما أصبحت عليه مصر نعم الشباب والمنتدات هذا أمر جديد كلمة منتدى في الخطابات الدولية بالنسبة لمصر لم تكن لها ذكر أو وجود قبل ذلك منتدى للشباب تجمع للشباب ده ما كانش موجود صحيح ده تطوير جيد في العقلية الاستراتيجية المصرية بالأكثر من كده أنه مكن كثير من الشباب من مناصب قيادية صحيح مناصب قيادية كبيرة تجد فيها سن الخمسة وعشرين والاربعة وعشرين والستة وعشرين بعد أن يؤهلهم تعييلا سياسيا حاليا المرأة أعتقد أن المرأة كمحظوظة بهذا العصر الذي نجد نسبة إجبارية لها ولها أن تزيد عليها مش أهل لا لها أن تزيد عليها ومع ذلك كل ذلك تم لا نقول أنه لجهود الممتظمات الإقليمية لحماية المرأة وإنما لرغبة المشرع ولرغبة النظام السياسي في أن يضع المرأة على نظام التطور أعتقد أن الحاجة الوحيدة التي ذكرت وتحتاج إلى صفحات التزامنا بسياسة التنوير الديني والعمل على يعني العمل على جعله محل تطبيق شعبي أعتقد الدولة آمد بدورها في الكلام دا لكن بعض مؤسساتها لسه مش عايشة هذا المستوى العالي من التطبيق تمام أستاذ مختار نرجع تاني لكلامنا عن جماعة الإخوان طيب أنا هذكر لحضرتك اسمين بالتحديد هو محمود حسين الأمين العام والإبياري حضرتك شايف أنه هيكون الوضع بالنسبة لهم بعد تعيين إبراهيم مونير لنفسه مرشد للإخوان هل هيكون في صراع بينهم ولا هيسيبوا الموضوع كده هو محمود حسين عنده نقطتين ضعفة كان لازم إنه يسلم بتعيين محمود حسين إبراهيم مونير لنفسه النقطة الأولى ما أثير حوله من قضايا فساد خاصة بي وخاصة بابنه ما أثير حوله من قضايا فساد لم يستطع محمود حسين أن يرد عليها بطلقة فقد احتجز أموالا كانت قد قدمت للجماعة واشترى بها بيوتا لنفسه والابن وسيارات وعاش في معيشة أعتقد أنه لم يكن يحلم بها من قبل وهذا الأمر حدث بالنسبة للناس كتير لكن واحد في منصب الأمين العام للجماعة ثم يتهم بالفساد من أفراد الجماعة هذه نقطة غير مسبوقة لأن طبعا منصب الأمين العام ده أهم منصب في الجماعة بعد المرشد بعد المرشد السري مش المرشد العلني يعني هم عندهم مرشد سري وعندهم مرشد علني طبعا ومين اللي بياخد القرار محمود عزة المرشد السري هو اللي بيبقى كراراته وبعد كده ياخدها العام يعني إن حبوا يخلي المرشد العلني في الصورة ما فيش مانع أو هم بيختاروا له الصورة اللي يتحط فيها أي فده بالنسبة لمحمود حسين أصبح وضعه ضعيفا بسبب قضايا الفساد وأعتقد إنه هو محل خلاف كبير هو له طبعا أصول فلسطينية وهو فلسطين الجنسية أي وهو محل خلاف كبير لعدم صراحيته للعمل العام والخاص على السواء فكره محدود جدا فالبعض كان غاضب من وجوده ده محمود حسين أما حسين بياري ده اسم طول عمره في الضل وطول عمره ساكت لكن استحضروه هذه الأيام لدعم وجود إبراهيم مونير في المنصب اللي عين نفسه فيه أستاذ مختار لو سألنا عن شباب الإخوان هيروحوا فين هل هيروحوا مع إبراهيم مونير اللي هو عنده حوالي 83 سنة ولا هيفضلوا مع نفسهم ولا هيبقى الوضع حضرتك شايفه هيكون إزاي أنا قلت لحضرتك أن الهيكل بتاع الإخوان مش موجود دلوقتي يعني ما نقدرش نقول الشباب هيروح فين الشباب موجود اعتمد على التمويلات التركية في وقته والتمويلات القطرية ثم بعد ذلك فوجئ بأنه بيشرد في تركيا بالذات كثير يعني الكثير منهم بدون عمل بدأ يلجأ لأوروبا البعض منهم سافر ألمانيا وبدأ يدرس هناك اللغة الألمانية عشان يشتغلوا بإيش والبعض الآخر الحقيقة يعني راحوا ضيوف على قطر استغلوا حاجة قطر إلى العمالة وأقدر أقولك أن هناك ناس مدرسين بيشتغلوا في فوعلية مع الباكستانيين يعني بيشتغلوا في الحفر وعمال الحفر لأن الوضع بقى سيء جدا بالنسبة للمصريين في تركيا وفي قطر الجاسوس اللي بيشغلهم اللي هو عزمي بالشارة أو غيره يعني ما بينظر لهمش نظرة احترام حتى في الوظائف اللي بيتخارع اليوم أيضا في وظيفة الإعلام ما فيش فيهم مقدرين غير اتنين تلاتة والباقي بعد كده مجرد عمال معاونين في الستوديو مش ملهمش وضع مش تثناء التلاتة أربعة اللي بنشوفهم المقررين علينا كل يوم ناصر وزوبع وعمد سمير من الأشياء الغريبة أستاذ مختار أنه إبراهيم مونير طلع حوالي تلات مرات اتنين مرتين على الجزيرة ومرتين على قناة الحوار وده شيء ما كانش موجود أو بيحصل في الجماعة يعني واضح أنه فيه تغيير كمان في الشكل لا الحقيقة هو فيه تغيير كمان إبراهيم مونير مش مالي مركزه حتى له بالتمثيل يعني مش مالي مركزه حتى له بالتمثيل هل سنه 83 سنة سنه كبير ما تعودش أن يكون الصحادات ذيك دي أدوار يعني الدكتور بديع لم يصلح في دور المرشد جي في ظروف محتاج ممثل قوي عنده خطابة فسقط سقطات كثيرة جدا زي ما زنب النباتات ومزنب النباتات والناس تحكمت منه الدكتور مرسي ما نجحش في دور باعتبارها تمثيلية يعني وبتتوزح فيها لدوار في دور الرئيس وأكبر مصيبة كانت عندما يتحدث أو عندما يلتقي لقاء في الخارج وبالتالي إبراهيم مونير برضو ما هوش فالح في دور المرشد محمود عزة كان فالح في دور المرشد لأنه كان دايما بيسقل نفسه بالفكر وبالرزانة وبالصمت المريب وبيدي هيبه حوالي نفسه إبراهيم مونير ما عملش كده حتى في آخر لقاء غلط غلطات اللي الإخوان بتحاول تغرب بينها بقالها سنين طويلة ست سنين بتحاول تقول إن احنا ما شاركناش في العنف ما شاركناش في العنف إبراهيم مونير ببساطة قال إن بعض الشباب في الإخوان لجأوا إلى العنف ودي إحنا عايزين للإمامة وفي موزيح يحاول يصلح له مش عارف وكأنه كان اعتراف من إبراهيم مونير في بداية حياته ده في اللقاء الأخير بتاع الجزيرة والناس يعني تقدر ترجع له الموزيح كان بيحاول إنه هو ينقذ ينقذه يقول له لا طبعا هو مش عنف إنما من الإخوان طبعا مش عارف إيه بسوفة كلام من ده إنما الحقيقة إنه هو قالها صراحة وده يدل على إنه غير مؤهل هو عين نفسه في مكان غير مؤهل البعض سيكت قال له إنه عايش في أمان في إنجلترا فما فيش مانع يتمتع بهذا المنصب أمام الدواء التجارية والسياسية لعله يجيب تمويل أكثر للجامعة لكن رضا بريطانيا عنه أو المملكة المتحدة أو إنجلترا عن الإخوان لا يحتاج إلى وسيط لأن المملكة المتحدة ما زالت تستخدم الحركة الإسلامية المتطرفة أو المتسترة باسم الإسلام حتى هذه هي هذه الحركة أصلا صناعة بريطانيا فبالنسبة لهم يعني هما بيأيادوا ده آه الإبن يعودوا لأبي بالضبط طيب بالنسبة بقى لأيمان نور وكل اللي حضرتك ذكرتهم دلوقتي هيتجهوا طبعا مع إبراهيم مونير في نفس الطريق للفلوس يعني هما هيتجهوا للكوة الاقتصادية والقوة المادية هو أيما النور ده سلك تجسس آخر أي يعني مش تبع الإخوان وما بيحبش الإخوان طول عمر ما بيحبش الإخوان لكنه كان بيركب الإخوان أي يعني كان ييجا عليه الوقت إذا ما وجد إن الإخوان هما اللي بيحكموا يبقى نركب الإخوان إزاي بقى نركب الإخوان نعقد معهم لقاءات نتفق على قائمة موحدة لما كانوا الإخوان هما ملوك التمويل في قطر أيما النور اشتغل معاهم فترة من الزمن علشان يستفيد بنقدروا إنما أيما النور دلوقتي بنقدر نقول عليه يعني فرع للجاسوسية واحده ده الوحده وبيتبنى أفراد لوحده سواء من الإخوان أو من غير الإخوان يعني هو تبنى عاصم عبد ماجد وعاصم عبد ماجد مش بالإخوان إنما أيما النور بيصنع مملكته بيده ودي طريقته دائما يعني هو يركب أو يتسلق لكن إذا ما استقر به الأمر فوق الشرفة يستريح ويبقى هو الملك بتاع الشرفة أيما النور بقى أعتقد أنه في قرارة نفسه بيكره جدا وهم عملوا معايا اللي ما تعملش يعني سفع فتاح عمل مؤتمر في قطر نعم سفه فيه من أيما النور ووصفه باللص وإنه بيصرح هو العمال وبعد ذلك بعد التصالح لأن أيما النور بيستقبله في قناة الشرق فضل يا دكتور سيب وقول بقى اللي عنده وش عارفه ومت صاحبك وصاحب رأيك لأنه هو زي ما بيقوله المصالح يعني ما بتتخصمش طول الوقت مصالح متى التصالح آه لازم تتصالح وأيما النور من طبيعته أنه يتصالح مع أي قوة يشعر أنها هتزيئة أو تكشيئة دي طبيعته الحقيقة فإحنا بنقدر نقول أن جناح أيما النور ده جناح منفصل والجسوسة الذي يتعامل معهم أو الممول الذي يتعامل معهم ويجندهم يختلف عن الممول الذي يجند الناس في قطر أو الأطفال في الجزيرة النظام القطرية أستاذ مختار هيختار مين من وجهة نظر حضرتك هيدعم إبراهيم مونير أم هيعترض لا ده ولا ده حيشجعك كل مع حضرتك اللي بيحقق الغاية هو ده اللي بيسود يعني حضرتك تسمع مثلا عن معتز مطر معتز مطر ده في وقت بلأوقات كان كام مهمل ليه؟ لأنه كان مطرود أصلا من قنوات الإخوان هنا وباسم باسم يوسف رحب به في إحدى الحلقات بمعتز مطر المطرود من قنوات الإخوان بنرحب به وكان قاعد بيتريع على مرسي قدامه بينتقد الإخوان وبسفه من قراءهم وكده ومعتز مطر ميت على نفسه من ضحك فجأة معتز مطر قال لأ ده السكة اللي سالكة أسافر بره وأعمل نفسه مضطهض هو لا كان مضطهض ولا حاجة ده الراجل كان يعني ماشي مع صورة 36 يعني مقدرش نقول إنه هو بالعكس ده كانوا بيتطابوا عليه وكان مبسطين منه جدا إنما ما كانتش مربحة قوي بالنسبة لي كنت هقول لحضرتك إنه يمكن الإغراءات المادية هي كانت سبب في اختياره في كبيرة هو الدخل التالت في قناة الشر هو الدخل الأولاني محمد نصر ده الدخل الأولاني هو الدخل التالت بعد مدير القناة بعد مدير القناة هو الدخل التالت يعني بعده على طول الدخل الرابع زوبع الدخل الأخير ممثل اللي هو الممثل اللي عمل لقطة فيلم هشام عبدالله تقريبا هشام عبدالله عمل لقطة فيلم آه عمل لقطة فيلم أو كده هشام عبدالله ده بياخد بالحلقة تعال يا ابني اعمل حلقة واخدك 1000 دولار دي بالنسبة له تعيشه وهو قابل هذا الوضع ويحاول في الحلقة يعمل ارجوز يطلع الجزب من فوق الترابيزة حاجات كده كنا بنتحك عليها زمان وكنا بنعتبرها يعني امور عقلية مشينة وويس بيعملها في كل حلقة ويحاول يتفانى في اظهار الولاء للنظام التركي فشام عبدالله ده اخر سلك الرواتب اسمه شام عبدالله صح اه اه اخر سلك الرواتب لان هو راجل ممثل وانت يمكن بدأ الان ياخد وضعه محمد علي وانلسه رحولي حضرتك فيه بقى ايه اه شكل جديد او ارجوز جديد من اه صناعتهم وهي فيديوهات محمد علي ايه اه بينزلوها شوية بيوقفوها شوية بيرجعوها تاني يعني تفسير حضرتك ايه اه لهذه الفيديوهات اللي ما اثرتش اصلا في المصريين هو الحقيقة اللي محمد علي بيقدي دور لازمح يقديه لغاية تم يخلص الدور اللي بيقدي ده اه اه اتدفع فلوسه خلاص وقبضها وبعدين حصل خلاف حوالين مبلغ شيك كان جاي له من من جهة اه 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 بتاعت الكل واي من نور استولى عليه بدأ الراجل يغضب ووسط عمر درج في انه هو يعني يحاول ان يجيب له فلوسه ايمن نور رفض وقال ان الفلوس دي احنا صرفناها عالدعاية له ده في الصورة مش اللي فاتت دي في اول صورة صنعها اه محمد علي وخرج فيها 12 ولا 13 اللي هو بيقول خرج عشر تلاف واحد واتقبض عليهم كلام اللي هو بيتخيله محمد علي الحقيقة بيقبض وبعدين قطعوا عنه الراتب فاعتزل اعتزل السياسة زي ما قالت في البيان بتاعه ثم تم التوسط واجراء الصلح بينه ابن ايمان نور وتقصط له المبلغ على حلقات وجاله مبلغ جدا بدأ يرجع للسياسة التانية الكارثة انه هو رجع علشان يحدث نتيجة تعلم السعر فحصلت الكارثة بتاعت سبتمبر دي وما حخرجش حد والعملية كان شكلية وحش وبالتالي اعتقد بقى ده تنبؤات سياسية او توقعات سياسية انه يعني ناس كتيرة حيفخص من رصيدة في الفترة اللي جاية دي او من رواتبها واقولهم محمد علي يمكن يرحل فكرة محمد علي واستخدامه الى الابد من القنوات وهذه الشخصية اللي حضراتكم كنتم تشوفوها حيظهر لها مظهر كومي دي كده بعد شوية يقول نظرا لان الشعب لم يفعل كذا وكذا فانا باعلن زي اي واحد بكاش يعني فانا باعلن سحب العمل السياسي قال يعني هو كان في العمل السياسي يعني احنا سمعنا انه فيه تصريحات من تركيا بتسلمهم قريبا لمصر دي اشاعة ولا دي اتماسات من تركيا انها تتفاوض مع مصر مصر عندها 8 طلبات من تركيا طبعا طلبات دولية كبيرة ايه اخرها تسليم الهاربين اخرها بس تركيا عايزة تعمل دي اولة بمعنى ان تذبح ما لديها من من مستخدمات وادوات تذبحها قربانا لان مصر تتحور نعم كبداية انما الحقيقة مصر وزير خارجية اعلن في ان فيه حوالي 7 طلبات اساسية لابد نتكلم فيهم الطلبات دي لابدت يعني اهمها ان تنسحب تركيا من سوريا والاماك الليات احتلتها بالدول العربية ايه هتنسحب هتنسحب حضرتك يعني هي هتنسحب هتنسحب والدول دي بتشد حيلة يوم ورا يوم وهتنسحب من ليبيا هتنسحب بس مصر وضعت هذا الشرط اه حسن نوايا نعم ان تتم او ان تبدأ تركيا بخطوات تنسحب من الاراضي العربية واده معناه ان مصر دائما حتى وهي في هذه الحظات تتصدر موضع الصدارة والدفاع عن الدول العربية الموجودة حضرتك شايف ان هما ممكن يجيبوا شخصيات اخرى زي محمد علي اذا تم انسحاب محمد علي من الصورة اه يصنعوا شخصيات اخرى اه زيه حضرتك ادي ادي مسالسة المستمر يعني هما جابوا واحد طبعا بالليل بيصهر في الكباليات وما بيحاولش انه يقاوم الاغراءات دي فالناس كلها بتصوروا وبتعليها وكده وهو شكله مشوه كده وحضرتك لما تسمعيه وبيشرب حتى السجار طريق شربه السجار دي طبعا كلها مخدرات واشاء من هذا القبيل يمكن احسن من تحدث عنه واقل غنيم لما سماه طبعا نوة ارزوقي يعني يعني بيشتغل بالحتة وراجل الحرامي اصلا يعني هنا في مصر خارج بسرقة من الناس ومن اهله ما هوش الشخص اللي ممكن يجذب لكن الميكا بالليل طريق تلمه غير منطقية وغير سياسية وغير مؤسرة غير سوية حتى الجزيرة سألته سؤال وبعدين يعني بيفكروني يعني لما واحد امي بيرشح نفسه فالناس تسأله عن الشرق الاوسط الجديد وبالشرق الاوسط الجديد فيعني يقولك اللي يحبني ما يسأل ليش اسئلة صعبة محمد عالي كده الجزيرة سألته سؤال صعب يعني بتقوله ايه اللي بيخليك تتوقع ان الناس تخرج السنة دي وهم ما خرجوش السنة اللي فات فمعرفش يجاو يعني عايز يقول لحضرتك كده ايه ما حدش يسألني اسئلة بره المنهج او الاسئلة المتوزعة علي فهو محمد عالي حقيقة خلاص نقدر نقوله الهداع دلوقتي هيقعد شوية كده تطلع روح ثم يعلن احتجابه مرة اخرى زي كل واحد عايز يهرب من المعركة او عايز يهرب من ماتش مهم او عايز يهرب من ماتش يطلع ان هو مش قدو يدعي ان عنده رباط صليب يدعي ان هو مجهد حاجة زي كي محمد علي حيددعي قريبا ان عنده رباط صليب ويقعد في البيت ودي اخر ورقة واي ورقة حيجبوها مش هتكون باكتر من محمد علي يعني نسخة تبقى الاصل من الذين يهربون يعني دي احنا تعلمناها حتى في الستينات والسبعينيات من فيلم بقر الخيانة والصعود الهوية هم ما بيصدوش الا الناس اللي بايعا نفسها صحيح يعني والناس اللي بايعا نفسها لو كان فيه قيمة كان هو احترم مما يرقمت محمد علي نفس الامر ما عندهوش مانع ان يعيش في اسبانيا وانه يرتزق من خلال العمل الثوري فيه ناس ارتزقوا من خلال العمل الديني والظهور بمظهر الدين والاخلاق والحرام والحلال نعم ودلوقتي الناس بتظهر بعضهم بترتزق من العمل الثوري قال يعني ثورة وقال يعني من اجل الفقراء ومن اجل الغلابة طب انا ما عرفش يعني هو قدم ايه قبل كده من اجل الفقراء ولا من قدم وقال حتى لو تاريخ سياسي انما ده اللي موجود هي دي البضاعة اللي استخدمتها تركيا لانه ما عندهاش غير شايف انه ممكن يبقى فيه خطة تانية حالية لزعزعة الاستقرار في مصد والله دلوقتي الشباب او الجيل الجديد بدأ يفهم انه هو ما اختارش رئيس نبي وكمان ما اختارش رئيس متطبق مع افكاره نعم وكمان ما اختارش رئيس يمشي باوامره انما اختار احسن واحد يقدر يسوق السيارة في الوحل فاختار امهر السائقين ادي السيس باختصار دلوقتي بقى فيه ادراك لذلك فيه خلاف ممكن تلاقي حضرتك على السوشيال ميديا حوالين قضايا الازالة مثلا انما في النهاية هي هيبة الدولة بتصنع فيه تقصير فيه تخير فيه واحد متظلم فيه الفساد ما زال عايز يبسط اراته ما تنسيش حضرتك من الفساد بقاله 30-40 سنة وجاي النهاردة نزيحه تماما من الاحياء والمحافظات وكده ونقول له اركن عشان احنا نوين نطهر البلد لا طبعا هيعصلك بل بالعكس ده يمكن ينشئ مواقع الالكترونية تحميه تعارض اه تعارض وتصنع ازمة من القرارات المسألة مش كده يعني لما بيجي واحد يتكلم عن البيوت التي تهدم انا مش شايف بيوت بتهدم الا البيوت التي تبنى امام مجرانيل او على شطة او على ارض ما ننكر الدولة ودي طبعا اولت بنت بصورة عمدية نوع من انواع التحايل وبالتالي موضوع التصالح ده موضوع جيد لتقنين لتقنين الوضع غير المشروع فيستخدم يستخدم ابسط استخدام من الخارج من الشباب بتوع الاكترونية المأجورة ايه ليه لانه والله تلاتين سنة بيحكموا مصر وتلاتين سنة بيتعامل لهم تشريعات تشريع لمنع استراد مادة الحديد يتعامل مخصوص عشان مصنع واحد ايه واناش مش حاسر صحيح تشريع للتصالح في قضايا القتل الخطأ يتعامل مخصوص عشان واحد قتله 1300 واحد وهكذا قتل خطأ في عبارة التشريعات مجلس الشعب وكل المؤسسات كان بتقدم على رجال الاعمال دلوقتي الوضع اختلف الرئيس قاعد ما فيش جنبه رجل الاعمال ولا يقبل ذلك رغم مثلا بعضهم شريف وبعضهم وطني انما لا يقبل ان هو يكون رئيس رجال الاعمال ما ينفعش ايه والتالي ده عصر جديد من ضمن المحاربين له ومن ضمن المروجين له رجال الاعمال الفسدة اللي كانوا بياخدوا بالقرارة لما بص لقى الرئيس يدخل على 280 فدان بتوع رجال اعمال وياخد منه 280 فدان دول دول بتوع الدولة مش بتوعك اعتقد ده مش هيضمر له كل سعادة وانبساط لا المسائل حتبقى فيها كلام تاني وفيها مقاومة احنا كناس بنقايد الرئيس بنقايده على الواضع ده بنقايده على انه مش نبيه بنقايده على انه مش متطبق مع افكارنا لكن هو رجل استطاع ان يعيد مصر الى مصاف الدولة الكبرى الهيبة بنقايده على انه هيبة على انه لما بيتكلم دلوقتي في الامم المتحدة الناس بتسمع له صحيح اي رئيس تاني هيجي بعديه من اي دولة ما حدش هيسمع له ولا حتى اخواته ولا حتى اخواته الاشقاء ليه لانها خطبات عادية كلام عادي انما الرئيس كلمته في كل قضية دولية يكفي انا ان عندي رئيس يحقق قديم مسألة هتقول لي اخطأ في كذا واخطأ في كذا ما انت مش مختاره عشان هو نبي انت مختاره عشان هو يخطأ وتقول لي مش متطبق معايا في الرأي برضو انت مش مختاره عشان هو يكون توقامك الفكري لا انت مختاره عشان هو يختلف عنك في الرأي ويعمل لك مؤسسات جيدة وجد وهو لا يتدخل لا في مجلس الشعب ولا في مجلس الشورى عشان الشباب يعرف ان كل اللي بيروج ده مفيش حزب اسمه حزب الرئيس صحيح مفيش حزب اسمه حزب بايت انقرات حزب ان هو يعمل لنفسه تكتب او قوة بيعملها بمجوده وانقرات حتى ان يخالف القانون بسرعة او باخرى فبيعملها بقراته لكن ما نقدرش نقول ان الرئيس حيبقى رئيس والشيخ غفر وامين شرطة ورئيس جمهورية ووزير الخارج لا 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 الكلام ده انتهى عصره الرئيس رئيس فقط دلوقتي فيه اعادة لبناء الدولة يعني احنا شايفين ده شايفينه في كل مجال وشايفينه احنا ماشيين في الشارع شايفينه زي ما شفت حضرتك صورة مصر الخارجية تواجد مصر على الساحة السياسية كل ده بيختلف عن الماضي بالضبط وانا برضو بقول للناس ان في انها بقى الدولة القانون جرب ان ظابط شرطة او ظابط جيش يتجاوز في حقك خارج من طاق العمل او حتى داخل طاق العمل واحنا جربنا الحاجات دي عشان يعني فيه احيانا بيحصل تجاوز من زباط الشرطة فمنقدم في التفتيش ايه نبص نلاقي اصر وعائلات واقارب الزابط يجوا يتحايلوا على المجنة عليها عشان يتنازل عن الشكو قال لك هي المسألة بقت بتأصل كده نحنا ما كناش نتخيل ان الشكوى لما تقدم انها هتهتز لها القدم وقز بالدنيا كلها تهتز وبان الجاني بيطلب الصفح من المجنة عليها عشان العقوبة تقفف كان المسألة اصبحت الان دولة قانون معتقدش انا ما معودتش بشوف سواء ميكروباز بيتضرب بالقفل انا راجل عايش وسط الناس ايه وفي حاج شعبي ما عودتش يشوف سواء ميكروباز حد يمسكوا من النافاة كده وينزلوا ويديلوا ألمين تلاتة اربعة او ما لقيتش مثلا ان واحد في الاسم ييجي ويخلي أمين الشرطة يصوره هو بيضرب مواطن الكلام ده زالوا انت مسألة المعتقلين بقى لما تصار حضرتك دي بتصار من أجل اضعاف الثقة في الحريات وعشان استياد مصر دوليا انما اعتقد جيدا ان ما فيش معتقلين الاسم ده من اختراع البعض فيه محبوس احتياطي فيه محبوس احتياطي بس قد يمنع الاتصال بزويه علشان ما نروكش كلمات مش مظبوطة وانا طبعا انا بقوله بقى دي بقى بصفة يعني اي حد عنده واحد مختفي مختفي مش معبوض عليه لا انا بقول مختفي يبلغ عن اسمه وهذه المسألة تكشف فورا بخطاب واحد لوزارة الداخلية فين سجن رجل ده اما المحبوسين الاحتياطي احنا الحقيقة ما نقدرش نقول لوزارة الداخلية ما تقفضش عن الناس لان النهار ده لو يطلع 15-20 واحد يحرقوا عربيات شرطة هنا هيبة الدولة هيبة الدولة اللي بتزرعها الحكومة الآن عن طريق تنفيذ قرارات الإزالة وبجدية هي دي اسمها هيبة الدولة اعادة القانون لكي يحكم بدليل ان احنا يعني الحمد لله عايشين مستقرين أمنيا ماشيين في الشوارع مش خايفين زي الفترة اللي احنا شفناها الاولاد بيروحوا المدارس متطمنين عليهم بيروحوا الجامعات متطمنين عليهم فالوضع اختلف تماما ما عديتش بقى ان مجموعة تحرق عربية صح وتعمل شغل بلطاجة وفتوانة وبعدين غريبا ان هم كمان بيمكنوا لآخرين من تصويرهم وتصدير هذه الصورة بشكر حضرتك المحامي والمفكر الأستاذ مختار نوح وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بشكر حضرتك على وجودك معايا النهار ده مشاهدينا بشكركم انتظرونا حلقة جديدة وتسعين دقيقة صباح الخير